ما أجمل هذه الكعكات؟ أنا مستعدة لاختيار الزين الخاص بي واو ديداناً صمغية سكرية روعة ميلا انظري فقط كم يوجد الآن حل دورك لتدويري العجلات أخشى أن أحصل على شيء أقل طاماً كنت أعلم ديداناً الحقيقية متيرة للشمعزاز مقرفة كم هي فضيعة لا أستطيع حتى أن أضعها على كعكتي عليك القيام بذلك سواء أعجبك أم لا هيا سأغمد عيني حتى لا أراها يا أمي نعم يتحركون هذا أمر فضيع لكن لماذا قليل جداً عليك أن تضعي كل شيء لم أعتقد أنك قاسية جداً يا كيت اعتبرتك صديقتي نعم هذا ليس أفضل مشهد لكنه ليس خطأي هذه القواعد لا أريد أن أضعها في فمي تتحرك الديدان بالتأكيد لا أستطيع النجاة من هذا مقذف أنا بحاجة لأكل هذه الكعكة بدون الزينة لا يزال مقرف أنا غارقة في طعم الديدان أوه هناك شيئاً يزحف على وجهي لا إنه الديدان مرة أخرى كم هذا مخيف لقد تمكنوا من الزحف على شعري متى سأنتهي كل هذا هل يمكنك أن تكوني أكثر حذراً؟ طار الدودا أمامي من الجيد أنك أكلت كل شيء بقيت ديدان السكرية فقط لا يوجد زينة أفضل أنا متأكدة أنهم سوف يزينون كعكتي ويجعلونها أفضل وألاذ انظري كم هذا جميل هل ترغب في التجريب؟ يبدو رائعاً فعلاً كم هو لذيذ ليس لديك فكرة أنا جاهزة لأكل هذه الكعكات دفعة وأحدة لا يوجد مزيج أفضل كيت هل يمكنك أن تعطيني قطعة واحدة على الأقل؟ بالطبع لا لا تتأملي حتى؟ لم أتوقع أي إجابة أخرى حسناً لا مشكلة سأعلمتي درساً يا صديقتي ما هذا الهجوم؟ يمكنني الدفاع عن كعكتي؟ دعينا نرى من هو الأقوى سوف أحمي نفسي أنت دافعي وأنا سأهاجم هذه ضربة؟ أوه أنت جيدة؟ من أجل كعكتي أنا مستعدة لفعل أي شيء لقد خسرت لنا تمكى من تزوق الكعكة سوف أتذكر هذا لك لكن لدي خطة جديدة ماذا تفعل يا ميلا؟ دعيني أذهب الكعكة كلها لك الآن ممتاز أنت متاسقة أنا مستعدة لتدوير العجلة مرة أخرى أنا في محب الريح الآن يلهم الريح قوية أوه لا مستحيل هذا فلفل حار أخيراً حصلت على شيء سيء وليس على اللذابة دعونا نرى كيف ستتعامل معها أنا متأكدة أنني محظوظة هذه المرة لديك عين سكرية ليس عادلاً وماذا في ذلك؟ كل شيء عادل هكذا تقرر القدر انظري كم تبدو هذه العيون السكرية على كعكتي يا إلهي أفضل مزيج من النكهات سوف أتذكر هذه الكعكة للآبات أريد أن أجربها أيضاً ماذا؟ لا أنت لم تشاركي معي ولن أشارك معي مجنونة كنت أنت أذيني لكنك الآن بتأكيد لن تتعدي على كعكتي ولماذا أحتاج إلى هذه الشوكة؟ سوف أكل بيدي مذاقها أفضل وإلى جانب ذلك يمكنني وضع الكثير في فمي مرة واحدة أتخيل كم هذا اللذيذ؟ ليست كعكبة الحلم جميل أنت على حق لكن هناك عيباً واحداً فقط لقد انتهوا بسرعة لم يتبقى سوى هذه العين سأرميها وألتقتها في فمي أو لا لقد فقدتها لا أفهم كيف حدثت ذلك هدية القدر الحقيقية تمكنت من تجريبتها الآن كلي كعكة الفلفل الحار الخاص بك شكراً على تذكيري حسناً لنبدأ بالزينة أولاً اتضح أنه جيد انظري إلى هذه الألوان الجميلة الآن دعينا نتعرف على مداق الكعكة يمكن الاستغناء عنها يبدو أنه يجب علي ذلك يجب أن أجرب أشعر بالفعل بالحرارة أنا لا أحب الفلفل الحار لماذا قليل جداً؟ خذي عدة قطع مرة واحدة سترين لن يأتي منه شيئاً جيداً لا تحاولي أن أشفق عليك ستأكلي حتى النهاية انتهيت أتمنى أن تكوني سعيدة أو لا إنه يبدأ أنا على وشكي شعلي حريق يا أمي أنا مشتعلة يبدو أنني بلغت في الأمر ما كان يجب أن أجعلها تأكل كل الفلفل انتظري كي تسأسكب الماء عليك كم هذا جيد شكراً حان دوري لتدوير العجلة أولاً ووو صبار لكنه شائك جداً كيف سأأكله انتظري لحظة في رأي هناك خطأ لقد توقفت العجلة على البطاطس حسناً حسناً لا غش هذا صحيح لا تخدعينني حالياً أنا أقوم بتدوير العجلة يخبرني حدثي أنني سأحصل على شيء لذيب ألعلك لم تخذلني واو وقال عديد من الأصناف هل يمكنك أن تعطيني واحدة منهم على الأقل؟ حسناً لا أريد أن أجرب كل شيء بنفسي أعتقد إذا قمت بدمج الألوان سيستحك كل شيء جميل ومشرق يا إلهي رائحتها الشهية بالكاد أستطيع كافحة نفسي عن أكلها اتتح أنها رائعة جداً أود الحصول على هذه الكعكة ليس من الضروري استخدام كل العلكة للزينة يمكن أن أكل بهذه الطريقة أنت على حق انظري لدي قلب واو لطيف أعتقد أنه سيكمل الرسم بالكامل بشكل مثالي هذا عبقري أنت مصممة ديكور رائعة شكراً لك آخيراً حانة اللحظة الأهم يمكنني تجريب ما حصلت عليه ليس لدي شك في أنه لذيذ للغاية آه نعم أنت على حق مئة بالمئة لن أتوقف حتى أكل كل شيء كيت أنت قادرة ومتسخة إن الأتيكيت أعترف بذلك أنت فقط غارين مني لقد نسيت تماماً أن العلكة يمكن أن أنخف بها فقاعات ربما عليك التوقف الآن هذه الفقاعات تخيفني إنها كبيرة جداً حسناً هذا كل شيء لا بد لي من وضع حداً لها آسفة ماذا فعلت يا ميلا؟ بسببك أنا كل بهذه العلكة محرش لكن هذا قطأك لقد طلبت منك التوقف أوه يا لهم صبار شائك لا أستطيع أكله هيا إنها مشكلتك لدي فكرة سأحاول أن أجعلها تنبض بالحياة أخشى أن هذا المقص لم يصلح أنا بحاجة لشيء أصغر هذا أيضاً كبير لكن هذا المقص مناسب تماماً حان الوقت لقص شعري هذا الصبار من الواضح أن هذه الأشواك لا تناسبه ما هذه الخطة متألقة؟ شكراً لكي آمل الآن أن أتمكن من أكل كعكة الصبار القصبي دون أي أذى لكن هذا يدوم لفترة طويلة أنا بالفعل أغفو استطبي كيف تجرؤي؟ لقد ألمتيني بدلاً من ذلك زين الكعكة وتناوليها الآن لقد توصلت إلى فكرة أحتاج إلى فرق الصبار الخاص بأعلى مبشرة ثم سيكون أكثر ملأمة لاستخدامه للزينة انظري الآن الطبقة مدساوية لقد قمت بعمل رائع سعيدة من أجلك حان وقت التذوق الصبار مرير بعض الشيء لكنه ليس سيئاً بشكل عام هذا عظيم أنا جائعة لكنني حصلت على بيزا واحدة فقط أنا آسفة جداً لكي لكن هذا رأى لدي الكثير من البيزا؟ الكثير لم تري برجي بعض انظري يوجد الكثير من البيزا لدرجة أنها تصل إلى السماء ديانا ستبدأ لأنها الأقل حظاً هذا يكفي هذا ليس مضحكاً على الإطلاق أعلم بدونك أنني سوف أكل وأنا سعيدة جداً لا رغم أنني لا أملك سوف أبيزا واحدة إلا أنها لذيذة ودافئة للغاية انظروا إلى الجبن وهو يمتد جميل هاي أكثر دقة انظري أين غير منا القمامة ما هو الفارق أشياء رئيسي وأنا مذاقها جيد بالنسبة لي توقفي هذا يكفي لقد تعبت منك بالفعل سأرمي القشور عليك خذي هذا أنت مضحكاً للغاية لا أحد يلمسني بالمناسبة حال الوقت في أكل بيزا أوه نعم ديانا كانت على حق البيزا رائعة فكرة أعرف كيف أتناولها بشكل مريح بحيث لا تتسخ يدي يمكنني لحظة هكاً لفة الآن إنها لذيذة ومريحة جميلة لذيذة انظروا ألان سأريكم كيف يمكنني أكل البيزا بسرعة واو كيف هذا إنه مظهر جداً لم أعتقد أبداً أن هذا القدر من البيزا يمكن أن يراءن في سمع شخصاً ما بالطبع طريقة سريعة أوبس يبدو أن الأمور لم تسر وفق الخطة ماذا نفعل الآن؟ هيا ما الذي يقلقك؟ ألان أصبحت كل البيزا لنا؟ يمكننا الاستمتع بها أين البيزا الخاص بي؟ ألا تخجلوا؟ لقد سرقتهم بكل وقاحة نصوص؟ لا تصرغي علينا كنا جائعين لقد حان الوقت لتناول الفيزا كنت أنتظر لفترة طويلة لا له من سقوط هذا هو لكن البرج ليس بسيطاً ولكنه لذيذ جداً بقي السجد حابة تيك تاك واحدة؟ لدي صندوق كامل انظروا ماذا لدي ديانا نعم انظروا إلى كل ما لدي إنه ليس مجرد صندوق إنه علبة عملاقة من تيك تاك رائع جداً لكن ليلي تأكل أولاً أنا أعرف أنا الحلوة الخاصة بي بنكهة الكوكاكولا أنا حقاً أحبها لذيذ جداً لكنها قليلة ميري حال دورك الآن هاي أنا مستعدة دائماً لأكلي شيئاً لذيذاً ما هذا؟ لماذا لا أحصل على الحلويات؟ هيا بسرعة إلى فمي ماني فقدت كل حلوياتها؟ لا مشكلة قد تكون مباثرة عبر المائدة لكن لا يزال من الممكن أكلها أو امتصاصها من خلال القشة أوه شباعت ديانا بقيت أنت أخيراً حال دوري لأكل كل هذه اللذاذة تبدو لذيذة؟ نعم لذيذة شاركي معنا شارك لا إنها لذيذة لدرجة أنني سأكلها بنفسي بكل سرور اللانا بالضبط لدي الفكرة على كافية السرقة الحلوى إذا وصلتمها بجانب فهي بتأكد لن تلاحظ ماري ضع يدك هنا سوف نأكل التيك تاك مهلاً من أين لك هذا؟ هذه الحلوة استعدوا لبعض النيران من بندقية خذي هذا هذا يكفي قفي نتوصل إليك يكفي ستعرفون كيف تسرقون حلوتي؟ أوه إنها تقصفنا بالحلوة هذه رصاصة لذيذة يمكننا ألتقاطها بفمنا وتناولها هذه فقط فكرة رائعة خذوا هذا أوه أعتقد أنني نفدت من الخراطش تماماً وليس لدي ما أأكله لكننا ممتلئون أوه لا أوه من يحتاج إلي الكثير من الثوم؟ أوه لا 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 لا شكرا سأفعل ذلك بنفسي افتح فماكي جيدا سأساعدك ما رأيك؟ هل هو الذي؟ هل أعجبك الثوم؟ لا إنه فضيع لم يسبق لي تضعوق أي شيء أسوأ في حياتي أنا آسفة يلهم الرائحة كريهة ليلي حتى لا تكون رائحة فماكي مثل المجاري خذي علكة شكرا أنا بالتأكد لن أمانع بالعلكة لقد ساعدت الآن لا يبدو أنني أكلت الثوم؟ أنت محظوظة لقد أكلت الثوم بالفعل لا بد لي من ذلك الآن على الرغم لماذا؟ إنه جميل جدا سيكون أكثر وعائده وضعته حول رقبة ورتديته كزينة لاحقا حسب القواعد عليك أن تأكليه شهية طيبة؟ كنت أتمنى أن تنجح فكرة العقد وأنت غاضبة جدا ديانا لكن لدي فكرة أفضل لا تقشير الثوم سريعا وبشكل دقيق يجب أن أضعه في كوب وأرجه جيدا ثم سأتخلص من كل القشور ويمكن أن تأكل الرؤوس بأمان كمان أو أجللamy أوافقك الثوم غير سعر للغاية أشعر كأنني أكلت سلقة مهملات وتنبعث منك رائحة كريهة في كل الغرفة الآن لكن لا بأس أعرف كيف أتعمل مع هذا بسرعة سوف يساعدنا معطر الجو لن يفيد شيء حتى تختفي الرائحة من ثمكي اللانا والآن ماذا يمكنني أن أفعل؟ إذا كانت هذه رائحة أنفاسك فأنت بحاجة إلا لشيها بالمعطن أها خذي هذا أوه يبدو أن العلبة انتهت حسنا اختفت الرائحة بالضبط لا رائحة لا رغم أن طعمه سيء جدا ديانا حل دورك الآن لتناول الثوم يا فتيات أتوسل إليكم لا يمكنني أكل هذه المجموعة الكاملة ممنوع هيا أكلي نحن نؤمن بك أكمل ناء الأمر مع ذلك أنا فتاة قوية يمكنني التحمل بضع فصوصا من الثوم واو إنها تأكله بشكل كامل مع القشور باقي القليل لابد لي من التعامل معه أهتم دقة أنت ترهي علينا لا أهتم كل ما يهمني أن رائحة فمي مثل سدات المهملات أيو أرائحة كريهة لكنني أعرف ماذا سيساعدنا إذا حجبنا مصدر هذه الرائحة الكريهة سنتخلص منها من الغرفة أوه ليس لدي شيء لي أتنفسك ساعدوني ينقذوني أتمنى أن تكون على قيد الحياة بطبع على قيد الحياة لقد أغمي عليها للتوم من الرائحة الكريهة كل شيء أعلى ما يرام معي أنا حية أنا زيدة يا شباب أنتم في تحدي تناول الطعام من نفس اللون لمدة يوم هيا بنا نبدأ لديكم حلويات تناسب لونكم لنبدأ مع مارتن رأى هذه السنيكرز الضخمة ستطير إلى فمي لكن توقفوا إنها ضخمة جدا سأقصها بشريط القياس خاصتي هذا هو طولها وعرضها وهذا حجم فمي لا لن يتسع لها لكن لدي فكرة زي الساموراي جاهز لدي مهمة واحدة فقط هي قاطع السنيكرز وسأفعل ذلك مهما كان الثمن سأقطع السنيكرز إلى قطع صغيرة لتسهيل تناوله والآن أعود إلى ما كنت عليه هذا أفضل يمكنني تناول هذه القطع بسهولة كم هي لذيذة وهذه أيضا وهذه نانسي هيا أبدأ بتناول الطعم بكل شرور لدي شبستاكيس الزرقاء هنا الآن سأكل شيئا لذيذا هذا الشهي شدا أنا أريد أكثر إنها حارة لكنني لا أستطيع توقف عن تناولها طعم لذيذ بجنون هذا حار أكثر مما ينبغي آسفة يارفة لا أستطيع إيقاف النيران أوه لا نانسي توقفي عن ذلك لماذا هناك رائحة شعر المحروق آه إنه أنا من يحترق سوف أنقذك دقيقة فقط لقد أطفعتك أوه لا نانسي ما تزل مشتعله أنا أعرف ماذا يجب أن نفعل لدي دلو من الماء تحت كرسي هناك الكثير من الماء من المفترض أن يساعد نانسي سأنقذك آه أخيرا كان ذلك فضيع اضح أن الرقائق حارة فعلا لكن أنا الآن مبتلة تماما علي تشفيف نفسي هذا كل شيء أنا جافة شكرا على المساعدة جيل تبقيت أنت نعم لديها الكورزية ضخمة إنها هبابوبا أنا بحاجة لإخراجها حالا آآ يبدو أنني بالقت قليلا حسنا لا بس سوف أجربها حالا لذيذة سوف أكل كل شيء واو جيل كيف يتسع كل ذلك أنا فقط أحب مضغل علقة ستناولها إلى مالا نهاية والآن استعدوا لرؤية أكبر فقع في حياتكم أوه لا جيل توقفي هذا بالفعل أكثر من اللازم أوه لا يا شباب أنا آسفة لم أكن أريد أن يصبح الأمر هكذا نحتاج إلى إزالة العلكة المتبقية أيه أنفي وردي يا رفاق أنوفكم أيضا سوداء وزرقاء هذه أحد الآثار الجانبية لتناول نفس اللون دعونا نكمل مستعد لضيافة جديدة مارتن حصل على بورغر أسود ناس لديها آيس كريم أزرق وجيل لديها دونات وردية كل شيء لذيذ وجيل ستبدأ سكينتي وشوكتي جاهزة أيها الدونات الوردية جيل ستأكلك بالفعل أقطع قطعة وأتذوق شهية يا رفاق صدقوني إنها لذيذة جدا أنا سعيدة جدا لأن كل شيء لذيذ بالنسبة لي أنا انتهيت يمكنكم البدء بأطباقكم هل تريد البدء؟ حسنا أنا جائع يمكنني أن أتعامل مع هذا في وقت سريع لكن قبل كل شيء سأرتدي القفزات لا أريد أن أتسخ لماذا لا أستطيع؟ أوبس لقد طار آسف هكذا أستطيع ارتداءه ولكن ما هي أفضل طريقة لقدم هذا البورغر؟ آه بالضابط ربما أتناول بعض القهوة لا هذا الكوب مثالي لمساعدتي في قطع قطع صغيرة من هذا البورغوري الضخم انتهيت بورغوري الآن جاهز دعونا نجربه هكذا أريحه أكثر ملأما لتناوله لذيذ الآن سأقوم بإعداد مجموعة من البورغوري الصغيرة لنفسي هذا شهيون جدا هناك بدع قطع متبقي على وجهي لذيذ أنا ممتلئ ناسي يمكنك إنهاء هذه الجولة بالعيس كريم الخاص بك حسنا ربما يكون من الأفضل تناوله بالملعقة على الرغم من أن الملعقة صغيرة جدا مقارنة بهذا الآيس كريم دعونا نبحث عن المزيد نعم هذه مناسبة تماما هذا يكون شيء تحت السيطرة بووو إنها ثقيلة لقد أسقطت الآيس كريم على الأرض ربما أستطيع أكل هذا شكرا لك مارتن يا إلهي أذنك سوداء وأذنيك زرقاء جاء الأذنيك وردية اللعنة هذا رأى يا فتيات لدي خدعة انظروا اختفى أصبعي والآن مرة أخرى اختفى مجددا أهلا بك هناك طعم جديد لدي سوشي العيوم مع صلصة جميل ولدي كوبكيك أسوأ ضخم وأنا لدي حلوة ماكرون ضخمة نعم نعم إنها ثقيلة لكنني سأرفعها نجاح ولا أنا أسقط يا رفاق الحلوة ثقلة جدا دعوني أكلها بسرعة لكن لا يوجد مكان مناسب لأكلها لدي فكرة دقيقة فقط وسأتحول إلى فتاة الكاراتي سأريكم فنونا الدفاع للنفس سأحول هذه الحلوة إلى فتاة كيا جاهز؟ شكرا يا أصدقائي الآن يمكنني تجربة هذه الحلوة الوردية الرائعة إنها الشهية واو جيل لم أعلم أنك محبة للحلويات هكذا سأريكم الآن لكما تيكي لا والحلوة مقسمة إلى أربع قطع هكذا أكثر ملأمة للأكل لأنني على الأرجح سأكل كل شيء لا أستطيع التوقع والآن دعونا نعود إلى الجيل الطبيعية مارتين يمكنك أن تأكل الكبكيك الخاص بك ممتاز أنا جائع بالفعل لنبدأ مع الكريمة ممم شهية؟ إنها لذيذة حقا الفتيات يخططنا لشيء ما ماذا سيحدث؟ مارتين أنت في ورطة لقد تحول وجهك إلى لون الأسد بالفعل هذا ليس مضحكا أنا متصخ والكبكيك تالف على الرغم الكريمة ما زالت لذيذة لن أشارككم أبدا في هذه الأثناء سأحاول استخدام عيدا تناول الطعام كم هذا الصاب ليس كذلك؟ حسنا كيف هكذا؟ أيضا لا إذن سأحاول بطريقة خاصة الآن تبقى القليل لقد سقطت أستطيع أن أكل بدون العصي أفضل طريقة هي استخدام اليدين قالت لي أمي أن الأكل باليدين سيجعل الطعام أفضل لم تكن تكذب هذا حقا شهي مارت لديك كريمة هنا أعطني شكرا لك ما رأيكم بعيني جديدة؟ لونها أزرق يا شباب هذا لذيذ جدا من الصعب التوقف آخر عين متبقية لدي سأكل هذا المارميلاد والعين الصغيرة مفاصلة أوه جسمي تحول إلى الأزرق وجسمك أسود وجيل وردية هذا ممتعا يا رفاق أنتم ملوانين بالكامل تقريبا جيل لديها بيزا وردية مارتن مع كورونا سوداء ونسي فطائر لطيفة دعونا نجرب كل شيء بسرعة رائحة الفطائر لذيذة أريد تجريبتها حالا توت أزرق شهي أنا أعشقه هل تريدون التوت؟ إذن هيا بنا جيل أمسكي جميل مارتن أمسك أوه لم يلتقطها لكن أنا لتقطها هذا الشهي انتهت الألعاب والآن أريد التجربة الفطيرة واحدة أخرى انظروا كيف أستطيع هذه ابتسامة للجميع ما رأيكم بابتسامتي لتقطها تقطها وبقي آخر قطع أوه مارتن أمسك الآن سأصنع واجهان أيضا ما رأيك بهذا؟ لا دعي لي رمي الفطائر علي آسفا مارتن لم أفع ذلك عن قصد لماذا تضحكي؟ حسنا سأبدأ بالفعل في الماكرونة السوداء خاصتي دعونا نتذوق هذا الشهي أنا جائع لدرجة أنني مستعد لأكل كل هذه الماكرونة أوه هكذا أفضل سوف أكل كل الشيء هذا الشهي أشهى مع كارونة في حياتي كيف تتسع معادته لكل الشيء؟ كان ذلك سهلا للغاية لقد أنهيت كل الشيء جيل يمكنك أن تبدأي هيا حسنا على التفكير في طريقة مشوقة لأكل البيزا الوردية آه لدي فكرة سأقطع البيزا مثل ثعبان على شكل دائرة بالتأكيد لم يأكل أحد بيزا كهذا من قبل ستكون هذه طريقة المبتعة لأكل البيزا ممم يا لها من بيزا حلوة ولذيذة يا رفاق اتضح أن البيزا بالمارشميلو أفضل من البيزا بالبابروني واو لقد تحولت يدي إلى اللون الوردي هذا فعلا جميل مارتن انظر نحن أيضا ملونين يا أصدقاء طعم جديد في امتظاركم جيل حصلت على مجموعة من أعواد البوكي مارتن لديه زجاجة كوكاكولا وناسي لديها رجال صغر من المرميلات هذا الشهي من هو الأول؟ ناسي هيا واو أشخاص من المرميلات لم أتناولهم من قبل سأجربهم حالا اوه لذيذون جدا ولكن حمدون سأرتبهم في صف هكذا وسأكلهم حتى النهاية ماذا سيحدث؟ سنرى والآن آخر الرجل اوه يا لهم الحموضة لكنها رائعة جيل يمكنك المتابعة ممتاز دعوني اتذوق أعواد بوكي إنها مع الفراولة إنها المفضلة لدي شاهية من الصعب التوقف يستحق الأمر إضافة المزيد من شربي الفراولة لا شيء اسمه الكثير من الفراولة أبدا ممم هذا لذيذ سأكلهم حتى النهاية أنا انتهيت مارتين أنت الوحيد المتبقي حسنا حسنا الآن سأشرب هذه الزجاجة الضخمة من الكولا بسرعة البر واو هذه حلوة سائلة أليست رائعة أنا بحاجة إلى أكل كل شيء بسرعة كم هذا جميل وحلو يا فتيات هذا يكفي أنا ممتلة بالفعل اوو اوو كان ذلك قاسيا جيل أنت كلك وردية وأنا تحولت إلى اللون الأسود تماما واو نانسي لونك يزرق أين ذهبت نانسي؟ جيل أين ذهب الجميع؟ مرحبا نانسي جيل ومارتن سيأتون أيضا كيف سترجعون إلى شكلكم البشري؟ لدي فكرة الدواء المناسب المضاد للألوان في خزانة الأدوية الآن سنشربه وكل شيء سوف ينتهي هل تشعرون بهذا أيضا يا رفوق؟ اوو هناك شيء يحدث واو أصبحنا طبيعيين مرحو أحب اللون الورتيك الطعم ولكن ليس على بشرتي ترجمة نانسي قنقر